ضمن أنشطة مبادرة إزرع التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموية نظمت الهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية المرحلة الثانية من مؤتمر صغار المزارعين بقرية البيضية مركز القنترة غرب محافظة الإسماعيلية وتم خلاله التركيز على مبادرة إزرع والتوعية بمحصول القمح والمعاملات الأولية وحزمة التدخلات والخدمات التي تقدمها المبادرة بتوزيع تقاوي القمح بنصف الثمن وتنفيذ مدارس حقلية وزيارات دعم فنية للمزارعين وتوعية بأهمية هذه المرحلة من محصول القمح والعمل كذلك على كيفية التخلص من الحشائش المصاحبة للقمح ثم الاستماع إلى المزارعين ومدى الاستفادة من خدمات المبادرة ومناقشة التساؤلات والمشكلات والاستفادة من المبادرة المبادرة بتقدم عدة تدخلات أخرى غير التقاوي بنقدم مدارس حقلية للمزارع بنقدم طبعا التوعية الشاملة بنقدم الدعم الفني والمخصبات نحن النهاردة مع الاستشاريين المسؤولين من وزارة الزراعة ومدارية الزراعة بالإسماعيلية بنقدم ندوة حول الرأي مقاومة الحشائش كل التدخلات اللي بيحتاجها الأمح عشان نقدر نوصل لأفضل إنتاجية مبادرة إزراء إحدى المبادرات القومية الهامة اللي أطلقت تحالف الوطني العامة للأهل التنموي بتقوم بتنفذها الهيئة القبطية الإنجلية مستهدف خمسمائة ألف مزارع بإجمال لمساحة مليون فدان وإحنا النهاردة في محافظة السماعيلية في إحدى اللقاءات التوعوية للمزارعين بنوعيهم بأهمية محصول الأمح الدولة مهتمة جدا بأن الفلاح يكون على قدر المسئولية في أنه زي ما الدولة وقفت جنبه هو كمان يقف جنب الدولة في الفترة العصيبة اللي بتمر بيها البلاد دلوقتي وإن إحنا الحمد لله رب العالمين كفلاحين الإسماعيلية على استعداد تام للوقوف بجانب الدولة المصرية استفادت مبادرة الرئيس إزع اللي بتنفذها الهيئة الإنجليا أنا خدت تلس شكاير صامت في جهزة 171 من نصف التكليبها مبادرة كويسة التجاوي كويسة 100 مية نسبة انبات 100 مية